المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة بوتن يتواغد الإرهابيين في كل مكان بالتزامن مع استخدام القوات الروسية أسلحاتها الاستراتيجية في سوريا الأمن الروسي أكد أن عبوة ناسفة فجرت الطائرة المدنية في سيناء ومصر تبدي استعدادها للتعاون بعد الفشل في السيطرة على مأرب معركة مصرية تخضها قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي في تعز خطوات عسكرية استراتيجية اتخذتها القيادة الروسية في مواجهة الإرهابيين في سوريا فور تأكد أجهزتها الأمنية من أن عبوة ناسفة انفجرت الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء رسائل متعددة وجهتها موسكو بعد ساعات على انتهاء قمة العشرين قاذفتها الاستراتيجية عبرت سماء تركيا وقصفت مواقع لداعش وكان لبحريتها رسائل من المتوسط أتبعها الرئيس بوتن بالطلب من ضباط الاتصال بحملة الطائرات الفرنسية للتنسيق كحلفاء ضد الإرهاب الاندفاعة الروسية ربما وصلت إلى الأطراف المعنية لا سيما رافضة للبدء بحل سياسي في سوريا وفي محور المسائية الثاني نناقش أفاق معركة التحالف السعودي المصيرية في مدينة تعز اليمنية لتعديل موازين القوى قبل تحديد موعد لعقد جولة جنيف اليمنية الثانية أهلا بكم أبدأ الرئيس السوري بشار الأسد استعداد دمشق للتبادل الاستخباراتي مع باريس شرط أن توافق الأخيرة على تغيير سياساتها بشأن سوريا وفي مقابلة مع مجلة فالير أكتويل الفرنسية اعتبر الأسد أن سوريا لن تضيع الوقت مع الحكومة الفرنسية إذا لم تلمس جدية في محاربة الإرهاب وقال إنه دعا مرارا إلى تشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب كما شدد على أن خيار السوريين تحدده صندوق الاختراع للضغوط الخارجية توقع وزير الخارجية الأمريكي جون كاري من باريس أن تبدأ الحكومة السورية والمعارضة مفاوضات مرحلة الانتقال السياسي في غضون أسابيع وأعرب كاري عن ارتياحه لوجود إيران وروسيا إلى طاولة المفاوضات وأشار إلى أن هذه الخطوة فريدة من نوعها منذ أربعة أعوام ونصف العام من جهة أخرى قال كاري إن بلاده ستبدأ عملية مع تركيا للانتهاء من تأمين حدود شمال سوريا قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تورنر إن الأردن سيتقدم الجهود للتحدث إلى قوى المعارضة السورية بهدف تحديد ممثليها لجولة المفاوضات المقبلة وفي موقف لافت قال تورنر إن دور حزب الله لم يطرح في الجولة المقبلة على جدول البحث دعت وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن من دون تأخير إلى اتخاذ قرار لتشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب بيان الخارجية دعى مجلس الأمن الدولي إلى التوافق على المشروع الروسي المقدم في الثلاثين من سبتمبر أيلول حول تشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي وبوند ميثاق الأمم المتحدة نقل عن مصدر العسكري يمني أن الجيش واللجانة استهدفوا بالصواريخ والمدفعية عدة مواقع سعودية في نجران منها مواقع شرق الشرفة والعش العسكري ومعسكر المجازة كما استهدفت مدفعية الجيش موقعا خلف قرية المعنق وتجمعا للآليات والجنود جنوب الكبرى في جيزان في تونس أعلن كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني رفيق الشلي أن بلاده أحبطت هجمات إرهابية كبيرة متزامنة كانت تستهدف فنادق ومراكز أمنية ومنشآت حيوية واغتيال السياسيين في منتج عيسوسا هذا الشهر بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد وأشار المسؤول تونسي إلى اعتقال خلية مؤلفة من 17 جهاديا معظمهم تلقى تدريبات في ليبيا وسوريا أصدرت السلطات البحرينية أحكام المؤبد وإسقاط الجنسية في حق 12 ناشطا بحرينيا بتهمة تنفيذ تفجيرات في العامين الماضيين وقتل عناصر أمنية جمعية الوفاق نددت بهذا القرار الذي يحرم المواطنين من جسياتهم وبإصدار الأحكام القاسية على خلفية نشاطاتهم السياسية أعلنت موسكو أن تحطم طائرة الروسية في سيناء ناتج عن تفجير قنبلة والرئيس الروسي فلاديمير بوتن يتوعد منفذي تفجير بالانتقام قرار السلطات الروسية قابلته مصر بإعلانها لاستعداد للتعاون حول ما توصلت إليه التحقيقات الروسية وعذا ما أكده رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل تقرير موسى ديراني عمل إرهابي تسبب بتحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء وأدى إلى مقتل 224 شخصا هذا ما كشف عنه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعد أسابيع على تحطم الطائرة شرقية مصر أظهر فحص الحقائب في الطائرة المنكوبة وجود آثار مواد متفجرة تفجير عبوة الناسفة على متن الطائرة أدى إلى تحطمها في سيناء وهذا ما يفسر تناثر حطام الطائرة على مساحات واسعة خلال اجتماع الرئيس الروسي مع القيادات العسكرية في الكرملين أكد رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي أليكساندر بورتنيكوف وجود آثار متفجرات في أجزاء من الطائرة وهو ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأحد أكثر الهجمات دموية في تاريخ روسيا الحديث كما أمر بوتين أجهزة المخابرات بملاحقة المسؤولين عن تفجير الطائرة مؤكدا أن مساعي القبض عليهم وتقديمهم للعدالة ينبغي أن تستمر بلا هوادة ليس هناك من جدول زمني لحملاتنا ضد الإرهابيين سنتذكر أسماء أولئك الإرهابيين يجب أن نجدهم أينما كانوا في العالم ولن نستكمل عملياتنا العسكرية في سوريا فقط بل علينا أن نكثف تلك العمليات من أجل أن يفهم الإرهابيون أن الانتقام للضحايا أمر لا بد منه وعلى كل الذين يمولون ويدعمون الإرهاب أن يدركوا أنهم مسؤولون عن تأمين مأوى لهم كلام القيادة الروسية تزامن مع أعلان السلطات المصرية توقيف 15 شخصا للاشتباه بتورطهم في تفجير الطائرة الروسية رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل أكد أن بلاده ستأخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه روسيا بشأن تحطم الطائرة الروسية مضيفا أن مصر ستعمل مع روسيا لمكافحة الإرهاب وفي السياق نفسه دع وزير الداخلية المصري اللواء مجد عبد الغفار إلى معاقبة المسؤولين في حال وقع أي خلل أمني مؤكدا أن السلطات زادت التدابير الأمنية في جميع المطارات المصرية إلى ذلك أوضح وزير الطيران المدني المصري حسام كمال أن لجنة التحقيق في سقوط الطائرة الروسية في سيناء لم تتوصل بعد لتحديد أسباب تحطمها أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تكثيف الغارات الجوية ضد مواقع المسلحين في سوريا شويغو أضاف أن الجيش الروسي نفذ أكثر من أربعة ألاف ضربة ضد مواقع ومناطق الإرهابيين في سوريا وأضاف أنه اعتبارا من فجر اليوم انطلقت من قواعد في روسيا أسراب من قاذفات 2-22-95-160 الاستراتيجية وأطلقت عشرات الصواريخ المجنحة على أهداف اللي داعش دعا الرئيس فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية خلال اجتماع في مركز عمليات القوات الروسية لتنسيق ضرباتها الجوية مع حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول التي دعا الرئيس فرانسواء أولاند لاستخدامها في الحرب ضد داعش تصريحات الروسية والفرنسية الأخيرة تشير إلى أن مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب قد بدات تقرير عمر كايد دشنت قمة العشرين في أنطاليا تركيا مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب القمة أتت بعد عدة أحداث دامية طالت لبنان ودول كبرى كفرنسا وروسيا فرنسا المكلومة التي غاب رئيسها عن قمة العشرين توعدت برد حازم وصارم قال فرنسواء أولاند أن داعش هو عدو فرنسا الأول ودع البرلمان إلى أدخال تعديلات على الدستور لأن القوانين الحالية غير فعالة في مواجهة التنظيم ليلة باريسا الأليمة دفعت الرئيس الفرنسي لاتخاذ إجراءات استثنائية فرض حالة الطوارئ في البلاد ودعا إلى تشديد المراقبة على الحدود أما روسيا السعية إلى تحالف واسع ضد الإرهاب فدعا رئيسها إلى وضع خطة مشتركة مع فرنسا لإجراء عملية في سوريا من البحر والجو ضد الإرهاب وطالب وزارة الدفاع الروسية خلال اجتماع في مركز عملياتها بتنصيق درباتها الجوية مع حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول التي تتجه حاليا إلى شرق المتوسط بوتين شدد أيضا خلال اجتماعه الأمني في الكرملين على أن روسيا ستلاحق الإرهابيين الذين فجروا الطائرة الروسية في أي مكان في العالم وستعاقبهم تغير المواقف الدولية ولسيما الروسية والفرنسية جاه داعش شكل عاملا أساسيا لكي يتفق المجتمعون في القمة على قضايا رئيسة عديدة فيما يتعلق بالإرهاب منها تعزيز التعاون للحد من حرية تنقل الإرهابيين والتصدي للدعاية عبر الإنترنت وتشفيف المصادر المالية وزيادة التنصيق في عمليات تبادل المعلومات لمناقشة هذا الملف مع يلان مباشرة من واشنطن المستشار السياسي في الحزب الديمقراطية سيد سابا الشامي من شيكاغو أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة وسكنسون الدكتور سيف دعنا سيد الشامي اسمح لي أبدأ معك في الكشف عن مسؤولية داعش عن تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء هل تعتقد بأن الإعلان الروسي يعني بأن ثمة تغييرات روسية شهدناها ربما خلال الساعات الماضية ستكون فيما يخص الحرب على داعش في سوريا نعم قضية روسيا مع داعش ومع الإرهاب وتطرف الديني هي ليست وليدة السنوات الثلاثة أو الأربع الماضية ولكنها تقريبا منذ أن تفككت الدولة السوفيتية الاتحاد السوفيتي ومحاولة بعض الأقليات الإثنية والدينية في الاتحاد السوفيتي السابق من أن تعبر عن نفسها بطريقة متطرفة ويجب أن لا ننسى بأن معظم هذا التطرف قد أتى من دول خليجية كانت تدعم هذه الحركات بالمال والسلاح والأيديولوجية المتطرفة أعتقد أن لا يخفى على أحد بأن ما قاله الرئيس الروسي في أنطاليا يوم أمس أعتقد كان أو أول من أمس أن في هذه الجلسة عدة دول تساهم في تقوية أو تغذية مصادر التمويل والدعم للإرهاب المتمثل بداعش وجباك مصر وقالت روسيا أن من بين الدول العشرين المجتمعة في تركيا هناك دول تدعم داعش يبدو أن سيد الشامي الصوت الروسي يبدو أكثر صراحة في هذه المسألة يتحدث أيضا عن صور لديه بالأقمار الصناعية لبعض الدول التي تبيع أو تشتري النفط من داعش ولكن هذا الرأي الروسي ولكن بالمقابل إلى أي حد واشنطن مقتنعة بهذا وجهة النظر هذه الروسية من ناحية أخرى إلى أي حد تستطيع واشنطن أن تكون فاعلة في منع تمويل داعش من قبل ربما ربما بعض الحلفاء الإقليميين لواشنطن داني أبدأ من لربما لربما في الواقع هي دول حليفة الأولاد المتحدة يسرت الوسائل وأوصلت السلاح الذي كان في البدء يذهب لحركات أقل تطرفا من داعش ولكنها في نهاية المطاف تصل إلى داعش فمن يريد إسقاط النظام في دمشق يجب أن يجلس مع هذا النظام ويجد أطر لتغيير الوضع بطرق سلمية ولكن نحن نعرف أن الحقد الصادر من بعض الأطراف الإقليمية وتحديدا أبدأ بتركيا وهي المساهل الأول وكانت المفارقة مضحكة جدا عندما تكلم رئيس الروسي هناك وكان يوجه بأكبر أصبع في الاتهام بوجه رئيس التركي كما استطاع الكثير من العامة الشعب والمحللين السياسيين أن يقرؤوا في هذا الاتهام المهم في هذا الموضوع أن ما يحصل الآن هو يختلف تماما عن ما حصل حتى الآن أي إسقاط الطائرة الروسية الاعتداءات على فرنسا السماح الأتراك لهذه الأعداد الهائلة من المهاجرين بأن يدخلوا أراضيها ويسافروا في أراضيها ويصلوا إلى الحدود الأوروبية هي عبارة عن إدانة مباشرة لتركيا بأنها ضالعة في كل ما حصل حتى الآن ومن المؤسف جدا أن يكون القضية تقريبا شبه شخصية بين الرئيس التركي ورئيس السوري فيما يتعلق بتركيا أريد أن أسأل دكتور سيف دعنا قبل أيضا أن أراجع معه بعض النقاط المتعلقة بآخر التطورات اليوم المهمة دكتور سيف دعنا عندما يقول جون كيريا اليوم أننا بدأنا بمساعدة تركيا على إغلاق حدودها الكاملة مع سوريا هذا التصريح له دلالات أليس كذلك؟ هناك جيش تركي قوي يستطيع أن يغلق الحدود لماذا تقول واشنطن بأنها شرعت بالمساعدة بإغلاق تلك الحدود؟ مساء الخير أسعد الله مساءك هناك قضيتين مرتبطات بالملاف القضية الأولى أن كل المتغيرات منذ البداية منذ على الأقل شهرين وتحديدا في الأسبوع الأخير تصب في مصلحة الاستراتيجية الروسية الحدث الفرنسي تحديدا ما حدث في باريس فضح الدول الغربية وعرى ارتباطهم ببعض التنظيمات المسلحة الموجودة في سوريا على الأرض وحتى ارتباطهم بأكثر هذه التنظيمات تطرفا وبالتالي هم في مرحلة الدفاع عن النفس على الأقل سياسيا ما صرح به جون كيري لا يعد عن كونه محاولة لغسل اليد من دور حليف بمعنى سمعنا هذا الحديث قبل أكثر من عام ونصف من نائب رئيس جو بايدن حين أشار بالإصبع الاتهام إلى السعودية وإلى تركيا وإلى قطر وإلى الإمارات قال بوضوح أنهم يسهلون عمل هذه المنظمات يدعمونهم بألاف الأطنان من السلاح ومئات الملايين من الدولارات الأدلة واضحة على تورط تركيا الحديث عن صور لأقمار صناعية روسية التي تم تعديل موقعها ومدارها لمراقبة سوريا تثبت أن هناك كما قال الرئيس بوتين بالأمس هناك ما يشبه أنبوب النفط يمتد عبر شاحنات على شكل شاحنات من مناطق سيطرة داعش إلى تركيا وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن آلية وهذا للأسف ما فشلت فيه أنطاليا ما فشل فيه لقاء أنطاليا أنهم لم يتوصلوا إلى تحديد آلية كل ما تم الحديث عنه هو الاتفاق على المبادئ ولكن الآلية يجب أن تتضمن آلية جدية للقضاء على الإرهاب وهذا ما يطرح الرئيس بوتين يجب أن تضمن نقطة واحدة فقط يجب أن تتضمن استهداف البعد الأيديولوجي لهذه الحركات وتحديدا داعش وبالتالي على من يريد أن يقوم بذلك أن يتوجه إلى الرياض وليس دمشق تجفيف المصادر وإغلاق الحدود وكل هذه القضايا لا يزال الأمريكيون وجونكري تحديدا في تصريحه يقبلون ببعض هذه القضايا وهي قضايا عملية فقط ولكنهم يبقوا على السطح ولا ينزلوا إلى الجذور طيب دكتور سيف دعنا أرجو أن تبقى معي وأيضا ضيفي الأستاذ سابا الشامي الجهود الروسية لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة داعش تصدم بأزمة تحالف واشنطن في الميدان السوري لكن توسع الإرهاب المعولم قد يدفع بالتحالف وراء القاطرة القاطرة الروسية قراءة لقاسم عز الدين الهلع المتحرك في أرجاء أوروبا تحاول أحزاب الحكم تخفيفه من خلال تشديد القبضة الأمنية على الفئات الأكثر تهميشا في أوروبا وفي مقدمها العرب والمهاجرون واللاجئون في هذا الاتجاه تستكمل الحكومات الأوروبية حرب الإرهاب الداعش على المسلمين في بلدانهم الأصلية والجديدة سعيا وراء جذب الشباب المسلمي للنحر والانتحار مكابرة أوروبا عن التوقف أمام مسؤوليتها في دعم الإرهاب لم تعد قابلة للاستمرار في سياستها الخارجية بحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية التي كشفت عن دعوات وازنة للتغيير ديفيد كاميرون يقلب بدوره شكل التراجع فيما سماه الحل الوسط في سوريا فرنسواء أولوند الذي يتحدث في حديث رحيل الرئيس السوري يلفظ للمرة الأولى بأن عدوه الأول هو داعش وفي هذا السياق يستعد لبحث ما سماه توحيد الجهود في زيارته القريبة إلى واشنطن وإلى موسكو لكن موسكو أطلقت حراكا لتشكيل جبهة موحدة أولويتها مواجهة الإرهاب في استعادة لتجربة مواجهة النازية والفاشية على الرغم من الخلافات المتعددة في هذا الإطار يبدو أن تحالف واشنطن ينام يوما على وثيقة فيينا ثم يفيق على كابوس افتقاده إلى قوى حليفة على الأرض يمكن الاعتماد عليها في مواجهة داعش حلفاء واشنطن الإقليميون الذين يدعمون المجموعات المسلحة لا تزال أولويتهم هي مواجهة الرئيس الأسد كما أشار الرئيس التركي في قمة العشرين ولا غروى أن أولوية المجموعات نفسها مؤاخاة داعش بحسب أوباما بوتين يحاول جر حلفاء واشنطن وراء قاطرة الدفاع عن السلم العالمي تحت الفصل السابع لكن مايكل كلارك يقول في صحيفة الجارديان للحماقة في الغرب أكثر الأحبة أعود من جديد إلى ضيوفي دكتور سيف دعنا إذا ما أردت أن ألخص كل ما قاله زميلي قاسم عز الدين قبل قليل ووضعه في إطار وجهات النظر الموجودة الآن في العالم حول ما يحصل في سوريا أو حول محاربة الأرهاب هناك وجهة نظر تطالب بإسقاط النظام ولا زالت تضعها أولوية هناك أيضا من يقول بأن الأولوية الآن التي تفرض نفسها هي داعش ولنؤجل مسألة النظام أو دور الرئيس السوري إلى مرحلة أخرى وجهة النظر الأخرى تقول بأن الجيش السوري هو عماد مواجهة والقوة الفاعلة لمواجهة داعش على الأرض فيجب أن يدعم هذا الجيش في مواجهة داعش بتقديرك أي من وجهات النظر هذه وفق المعطيات الموجودة حاليا يمكن أن تأخذ طريقها إلى الساحة العملية أو الإجماع يعني أنا دائما أستمتع بسماعة تقرير سيد قاسم أز الدين بالتأكيد الغربيين حتى اللحظة لم يسلموا بأن يشاركوا في جبهة موسعة ضد الإرهاب التي دعا إليها الرئيس بوتين هناك تصريحان روسيان شديدين لهجة على كل الأحوال اليوم واحد صدر من الدومة من البرلمان الروسي واتهم الغربيين عمليا بالمشاركة بدعم هذه المجموعة الإرهابية وهناك تصريح لنائب وزير الخارجية روسي التقديرات الأمريكية هنا كلما نشر حتى من مراكز أبحاث قريبة من المؤسسة الحاكمة تتحدث عن أن القصف الجوي لن يحسم المعركة وبالتالي هناك حاجة إلى قوة على الأرض والقوة الوحيدة حتى اللحظة التي يراها الأمريكيون شريك ممكن هي القوات الكردية هذا تقديرهم هذا لا يعني أي شيء بالنسبة للقوات الكردية ولكن هذا تقديرهم حتى هذه اللحظة هناك حديث أيضا عن إرسال 10 ألاف جندي أمريكي بالإضافة إلى 3500 جندي أمريكي موجودين الآن في العراق وهناك حديث عن توجه حامل الطائرات الأمريكية أيضا أخرى إلى الشرق الأوسط بعد انسحابهم مؤخرا من المنطقة وبالتالي حتى اللحظة الأمريكيون لن يسلموا أو لم يسلموا حتى اللحظة بانتصار على الأقل الرؤية الروسية أو بتبرير التاريخ والظروف والأحداث للرؤية الروسية حتى اللحظة نحن في حالة تنافس لسبب بسيط أن الصراع هنا ليس على الإرهاب من يعتقد أن من يصدق المقولة القائلة أن الصراع على الإرهاب مهم وهو في سلم أولويات أغلب الدول ولكن في النهاية وفي المحصلة الصراع هنا على سوريا والصراع هنا على المنطقة وبالتالي وبالضرورة الصراع هنا على العالم ولذلك حدث مثل الحدث الفرنسي للأسف ورغم أساويته لن يحدث انعطافة لن يحدث انعطافة أريد أن أسمع إذا سمحت لي دكتور إلى رأي السيد الشامي أيضا في واشنطن إذا كان يوافق على أن ما جرى في فرنسا البعض تشبه بهاجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أحدثت انعطافة كبيرة في الداخل والخارج الأمريكي بأن هذه ليست انعطافة في فرنسا فيما يخص التعاطي ربما كان يقصد الدكتور سيف مع الوضع في سوريا نعم أنا أوافق أن تقييم تأثير هذا الحدث ومع اختلاف الأرقام في الضحايا القتلى والجرحة والخراب كمية الخراب التي حصلت في نيويورك طبعا تختلف ولكن يجب أن لا ننسب أن فرنسا مساحة وسكانا هي لا تكون عشر في المئة من الولايات المتحدة مساحة وحوالي سد سكان الولايات المتحدة ولكن بما يعني الأمن الفرنسي الاهتزاز كان على نفس المستوى خصوصا وأن الدولة الفرنسية في آخر عشر سنوات تقريبا بدأت تتعامل مع قضية الإرهاب بشكل جدي أكثر مما كانت تتعامل معه من قبل وهذه الهزة جاءت رغم كل التحضيرات والاستعدادات لمواجهة هكذا حالات وحصل هذا الشيء وكان واضحا بأن لا توجد مجتمعات مستعدة لهكذا جرائم سيد الشامي الدكتور سيف دعنا وحضرتك سيد الشامي تقولون بأن لا يوجد انعطافة ولكن اليوم سجل مؤشر مهم فيما يتعلق بالسياسة الفرنسية تجاه سوريا أو فيما يتعلق بالتحالفات دعني أقول في الحرب على الإرهاب تحديدا في سوريا أنا لم أقول أنه لم تكن انعطافة أنا كنت أحضر كنت أهيئ الخلفية لكي أقول لك بالطبع هي أدت إلى انعطافة كما حصل في الولايات المتحدة كما حصل في الولايات المتحدة عندما تأسست وزارة خاصة للأمن الداخلي كما نعرف هوملاند سيكوريتي يتكلمون الآن بفرنسا بنفس الطريقة تقريبا وأنا متأكد أن الفرنسيين رغم علمهم بذلك بأن النظام في دماشق وهنا لا أدافع لا عن النظام ولا عن معارضة النظام في دماشق هو أقل خطرا بالنسبة للأمن القومي الفرنسي إن لم يكن ليس بخاطرا بالمرة بما يتعلق بالأمن القومي الفرنسي العلاقة الفرنسية بالمعارضة السورية كلها علاقات مبنية على مصالح فرنسا التجارية مع دول الخليج وهذا ما لا يذكر في كل هذا الكلام حتى الآن المواقف السياسية الفرنسية بما يتعلق بالصراع في سوريا ليس إيديولوجيا ولكنه اقتصاديا لإرضاء الدول الخليجية عندما يعلن فلاديمير بوتين قبل ساعات من الآن بأنه ينسق مع فرنسا عسكريا لضرب داعش في سوريا وأبلغ القيادة البحرية الروسية في البحر المتوسط لأن سفن فرنسية تقترب من الشواطئ السورية للمشاركة في الحرب فرنسا كانت تنتقد روسيا إذا تذكر سيد الشامي عندما بدأت الهجمات الروسية على داعش في سوريا لنفس الأسباب التي ذكرت هذا لا يعتبر تغيير نعم وأنا ذكرت أسباب هذا الانتقاد وهذا الموقف السلبي تجاه الموقف السوري في سوريا أسبابه الأساسية والأهم هي العلاقة الاتصادية في هذه اللحظة عندما نتكلم عن هذا الموضوع أنت تعرف وأنا أعرف أن هناك مليارات من الدولارات من صفقات الأسلحة والاتصادية ما بين فرنسا ودول الخليج ويجب أن لا نجم كل دول الخليج في الواقع الأستاذ من الدكتور من شيكاغو تكلم عن دول الخليج في الواقع لا أعتقد أن الإمارات منغمسة بنفس الطريقة التي منغمسة فيها الآن المملكة العربية السعودية في الصراع بسوريا ولكن يجب أن لا ننسى أن الطرف الروسي كان يبحث عن غطاء دولي كل هذه الفترة في الثلاث أشهر الماضي عندما بدأ العبليات في سوريا كان يبحث عن شريك أو على الأقل على عدم معارضة ومن هؤلاء الشركاء بما يهم العلاقة الروسية الأوروبية أن تكون على الأقل على نوع من التفاهم مع فرنسا وهو الحليف الغير معلند على مدى تاريخ كما نعرف الروس كانوا يقلدون الفرنسيين في كل شيء من البلاء إلى كل الفنون والمعمرية فهناك علاقة ارتباط معين بين روسيا القاسر القديم والممالك في فرنسا والجمهوريات في فرنسا ومهمة في السايكي في التفكير الروسي بأن لا يكونوا متناقضين مع الفرنسيين وإجت المناسبة ليحصل هذا الشيء أنا أشكرك جزيلا شكر سيد سابا الشامي مستشار السياسي في الحزب الديمقراطي كنت معنا مباشرة من واشنطن دكتور سيف دعنا فيما يخص المشاركة الفرنسية لروسيا ما قال له سيد الشامي ملفت للانتباه وربما يكون من المفيد تسليط الضوء على هذه المسألة روسيا كانت تبحث خلال الفترة الماضية من غاراتي على سوريا على مشروعية دولية أو غطاء من قبل الولايات المتحدة أو الأوروبيين الذين كانوا ينتقدون ليلة نهارا هذه الغارات على سوريا اليوم موسكو تتحدث عن مطلب تصويت في مجلس الأمن على مثل هذه الهجمات تحت شعار تحالف دولي لمكافحة الإرهاب ودخول فرنسا اليوم أيضا عسكريا مع روسيا هذا سوف يغير شيء على الأرض دكتور يعني توقيت الإعلان الروسي عن نتائج تحقيق سقوط الطائرة في سيناء أيضا كان مهما لأنه جاء بعد الحدث الفرنسي وبالتالي كما قلت هو أثبت أعطى تبرير أو أعطى مصداقية للإستراتيجية الروسية ولكن هناك قضيتين حتى أوضح ما قلت بشكل أكبر نحن شاهدنا اليوم وبالأمس نقلة نوعية في الدخول الروسي في سوريا باستخدام قاذفات من طراز استراتيجي وبالتالي نحن أمام نقلة نوعية هذه النقلة النوعية يبررها ولن تواجه نقط كما واجهت تدخل الأول إعلان أن سقاط الطائرة كانت نتيجة عمل إرهابي وأيضا أنه جاء بعد الحدث الفرنسي وبالتالي هناك تبرير وطبعا هي متفقة مع القانون الدولي كما أعلنت روسيا بشكل خاص ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن إنعطافة طبعا هناك تراجع وكل حدث من هذا النوع حدث فرنسي ما حدث في فرنسا وغيره يؤدي إلى تراجع على الأقل خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء في المواقف الأوروبية والمواقف الغربية عامة ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن نقلة نوعية بمعنى أن هذا الحدث الفرنسي سيقلب الطاولة وسيقود إلى محاربة للإرهاب بالمعنى الذي نفهمه وفق آلية واضحة ومنطقية تتضمن كل القضايا التي تؤسس لوجود هذا الإرهاب من البعد الفكري إلى المالي إلى اللوجستي إلى العسكري نحن لن نصل لهذه المرحلة ولن نصل لهذه المرحلة بسبب نتائج قضية باريس نحن في حالة مفاوضات جميع الأطراف تحاول استغلال الحدث لصالحها الروسية استفادت أكثر من هذا الحدث المشاركة الفرنسية طبعا مرة أخرى تبرر وتدعم وتعطي مصداقية للعمل الروسي وللاستراتيجية الروسية وتثبت فشل فكرة التحالف ولكن حتى اللحظة لا يوجد باتفاق على جبهة دولية موسعة كما تطرح روسيا لمحاربة الإرهاب في سوريا وسنرى ذلك في المدولات في مجلس الأمن على كل الأحوال شكرا جزيلا لك دكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع ودراسات الدولية في جامعة وسكنسون كنت معنا مباشرة من شيكاو سشد ستة صيادين وجرحة خمسة في قصف بوارج التحالف السعودي لقواربهم في سواحل الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن وفي شرق محافظة تعز سشد شخص وجرح اثنان في سلسلة غارات على مديرية ماوية التي تشهد مواجهات بين قوارة الرئيس هادي وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وعلن الجيش إحباط محاولة جديدة لقوات هادي لاقتحام مديرية الوازعية من جهة ثانية قصفت مروحيات التحالف السعودي ميناء المخى غرب مدينة تعز محافظة تعز هنا تدور اعنف المعارك على اكثر من جبهة القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي تدعمها قوات التحالف السعودي تسعى لتحقيق تقدم ملموس على الارض فيما يقول الجيش اليمني واللجان الشعبية إن جميع محاولات التقدم باءت بالفشل المعارك على أشدها وعشرات القتل والجرحة سقطوا جراء القصف البري المتبادل والغارات الجوية التي تشنها الطائرات الحربية التابعة للتحالف يقول مصدر أملي في القوات الموالية للرئيس هادي إنهم نجحوا في تحقيق تقدم في محافظة تعز من جهة بيرباشة وإنهم سيطروا على نادي الصقر والجامعة وإن المعارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية تدور بالقرب من السجن المركزي المصدر الأمني يؤكد أن الهجوم يطلق دعما ميدنيا من قوات التحالف السعودي وأن هذه القوات نجحت في السيطرة على مدينة المخة مضيفا أن الهجوم ساهمت فيه قوات خاصة سعودية نفذت إنزالا جويا في المدينة هذه المعلومات ينفيها الجيش اليمني واللجان الشعبية هؤلاء يتحدثون عن خسائر كبيرة منيت بها قوات هادي والتحالف السعودي بعدما وقعوا في كمائن محكمة على أكثر من محور ولسيما في معسكر العمر في منطقة ذباب على البحر الأحمر المصادر العسكرية في الجيش اليمني تحدثت عن استدراج قوات هادي والتحالف إلى كمين داخل المعسكر ما أدى إلى سقوط العشرات منهم بين قتيل وشريح بينهم قيادي في حزب الإصلاح إضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات التابعة للقوات الإماراتية المواجهات عنفت في منطقتين ذباب والمخة حيث تعرضتا لقصف جوي وبحري مكثف الجيش اليمني أعلن أيضا إحباط محاولة تقدم من جهة الوازعية غرب تعز تحت غطاء جوي مكثف لطائرات التحالف السعودي أما في مأرب فتدور المواجهات في منطقة سرواح غرب المحافظة قوات الرئيس هادي تحاول التقدم لكن تواجهها قوات الجيش واللجان الشعبية التي أعلنت أنها أحبطت الهجوم في الحقيل والمصنع المؤديين إلى مركز مدرية سرواح وأن المواجهات تدور في واديي أملح والحقيل تشارك فيها طائرات الأباتشي مقابل ذلك تستمر الغارات السعودية على محافظة صعد شمال اليمن مستهدفة منطقتين القمع والمخروق بمدرية كتاف كما أذارت مقاتلات التحالف على العاصمة صنعاء مستهدفة معسكر العرقوب بمدرية خولا شمال شرق صنعاء وعلى الحدود اليمنية عثر الجيش واللجان الشعبية على حطام طائرة سعودية بعد تقدمهم خلف موقع مشعل بجيزان يأتي ذلك بعد الإعلان عن قصف موقع خباش العسكري في نجران محاولة قوات هذه المسنودة بقوات التحالف الوصول إلى صنعاء عبر مأرب فشلت بعض الضربات التي تلقوها ثم تقدم الجيش اليمني على عدة محاور وفي عدة محافظات التفاصيل مع سارة الحاف أهلا بكم فشلت معركة الوصول إلى صنعاء التي انطلقت من مأرب منذ نحو شهرين في تحقيق أهدافها فالمعارك متواصلة في مأرب في الجهة الغربية للمحافظة وتمتد إلى الناحية الشمالية الغربية في ظل تحشيد كبير للقوات والعتاد العسكرية محاولات الزحف والتقدم المستمر لقوات هادي والتحالف السعودي والمسنودة بغطاء مكثف من مقاتلات التحالف فشلت وهم يحاولون التقدم منذ أسابيع إلى منطقة صرواح الواقعة غرب مأرب فتتصد قوات الجيش واللجان الشعبية لمحاولاتهم التقدم باتجاه مركز وسوق صرواح محاولات التقدم إلى صرواح دفعت قوات التحالف إلى المغادرة من شرق مأرب ونقل معظم عتادها العسكري بما فيه طائرات أباتشي إلى مناطق شمال مأرب متخذة منها مقر لقواتها العسكرية المشتركة التي تشارك حاليا في معارك صرواح برا بالمدفعية وراجمات الصواريخ والدبابات وجوا بطيران الأباتشي والأف 16 المعارك تتركز حاليا في وديي أملح والحقيل المؤديين إلى مركز مدرية صرواح وتمتد إلى منطقة الماس ومحيط جبل هيلان بإسناد جوي من طائرات الأباتشي السعودية وتتسع دائرة المواجهات إلى بعض التلال المطلط على معسكر كوفل في حين يواصل الجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات القوات الموالية لهذه التحالف السعودي في محيط هذا المعسكر كما يطال قصف الجيش واللجان تجمعات الموالين لهذه في معسكر صحن الجن ورغم الغطاء الجوي المكثف فشلت قوات هادي والتحالف السعودي في السيطرة على مأرب وتأمين المدخل الغربي للمحافظة النفطية فيما أحلز الجيش واللجان الشعبية تقدما كبيرا على جبهات القتال في تعز وسط اليمن ما دفع التحالف إلى الاتجاه جنوبا وإطلاق معركة تعز قطوة يرى فيها المراقبون محاولة ربما للتعويض عن نتائج معركة مأرب ويبقى معنا من شيكاغو أستاذ علمال الشماء ودراسات الدولية في جامعة يوسكنسون دكتور سيف دعنا ونرحب من لندن بالكاتبة السياسية اليمنية الجنوبي علي نعمان المسفري أستاذ علي أبدأ معك من وصف معركة تعز بيئة المصيرية من قبل بعض الأطراف في المتحاربة في اليمن هل فعلا تأخذ هذه المعركة صفة المصيرية لمن سيكون له ميزان الميدان في اليمن بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد المغاشرات الآن التي هي عبارة عن بوصلة حقيقية لتوقيها لقادم الأحداث في تعز ومن تعز تثبت أو تؤسس معادلات أمنية وعسكرية أولا على الأرض وفقا لنظرية كسب الأرض سواء لطرف التحالف العربي أو بقيادة سعودية أو أيضا قارب الآخر هي التحالف الحوثي وقوال علي عبدالله صالح ولكن أنا في اعتقادي لا زالت هناك كثير من التعقيدات مثل أمام الطرفين فيما يتعلق به التحالف وأيضا القوات الموالية للرئيس أدي أنا في تقدير أول مقاومة حتى نفسها هناك في تعدد الآن في المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية والدينية داخل الزهير التي تنافرت وتلاشت عن تحقيق إمكانية جمع ذاتها في اتقاه يمكن أن يؤهلها من إيجاد جبهة عريضة متماسكة وهو الذي أخر عملية الحصم خلال هذه الفترة الماضية القادمة الثانية أيضا لدى التحالف العوثي وعلي عبدالله صالح إمكانيات بحدودة من خلال الضربات القوية التي تشنها قوات التحالف العربي على الإمدادات وعلى أيضا استنفاذ القدرات الدفاعية والهكومية داخل هذه المناطق وخصوصا التعزف والحديدة والأمر الذي جعل القدرة الهكومية لدى قوات علي عبدالله صالح وزن الحوثي غير قادرة على إمكانية التحكم بسيادة المشهد العسكري والأمني على الأرض بالصورة التي كانت ما قبل تقريبا شهر أو أكثر من الآن طيب أستاذ عليك بالمحصلة حسب رؤيتك للميدان هل تعتقد بأن التحالف الذي تقوده السعودية سوف يكون قادر على كسب المعركة المصرية في تعز أنا أعتقد يمكن أن يكون ذلك ولكن لا يعني ذلك يمكن أن يكون داخل كتعز كمدينة ولكن الأطراف الأخرى لازالت أيضا هي مترامية ومتشابكة أيضا مع المحافظات الأخرى الشمالية التي تعتبر عقر الدار الزيدية وخصوصا المحافظات الست إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كثير من مشايخ القبائل موجودة في مناطق محافظة إب والحديد موالين أيضا للرئيس السابق علي عبد الله صالح وإذن في مكونات سياسية أخرى هي لازالت أيضا بين هلالين تدين بالولاء للرئيس علي عبد الله صالح وفقا لمعايير مزدوقة القانب الثاني أنا في اعتقاد التحالف العربي لديها الآن قدرة وإمكانية إذا ما أستطع أن يؤسس خارط طريق مع الأخوة في المقاومة القنوبية والحراك القنوبي وبالتالي يتجه نحو على الأقل إيجاد ضمانات حقيقية في توضيح الرؤية مع القنوب ومسألة ماذا يمكن أن تشكل موقفهم فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية للحراك القنوبي وهو الذي حتى هذه اللحظة في التحالف العربي والرئيس لم يقدم أي توضيحات بشأن مستقبل الجنوب الأمر الذي يؤكد هذا الموضوع تسمحني أن تقل الدكتور سيف دعنا دكتور سيف إذا ما راجعنا تصريحين لافتين دعني أقول واحد كان لسيد عدل جبير وزير الخارجية السعودية قال بأن الحرب على اليمن شارفت على الانتهاء هذا التصريح يحمل وجهين إما أن السعودية أصبح لديها القدرة على الحسم العسكري في اليمن أو أن المفاوضات السياسية وصلت إلى مرحلة مهمة التصريح الآخر هو التصريح الذي قاله السيد حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيرانية لقناة الميادين قال لدينا معلومات أن الحرب في اليمن ستنتهي قريبا على أي أسس تبنى هذه التصريحات بتقديرك دكتور سيف أعتقد أن الأساس المهم هو التغيير في المشهد اليمني وتحديدا التغيير في المشهد العسكري والتغيير على الأرض طبعا كنا موعودين قبل فترة من قبل التحالف السعودي بأنهم سيصلوا صنعاء خلال أسابيع اليوم المواجهة العسكرية في حالة اختلاف طبعا كانوا متوجهين للشمال وحققوا بعض الإنجازات الميدانية واليوم الحالة هي معاكسة المشهد يتطور بعكس ما تشتهي السعودية أو بعكس ما يشتهي التحالف السعودي وبالتالي وأيضا لا يوجد أفق بلاد السعودية سواء أفق عسكري أو أفق سياسي بأن يستطيعوا الاستمرار في الحملة الموجودة هناك انتقاد دولي كبير من منظمات حقوق الإنسان تتهم السعودية بارتكاب جرائم حرب هناك أيضا نصائح أمريكية لا أريد أن أقول ضغط هناك نصائح أمريكية للحكام في السعودية أن يجلسوا مع أنصار الله على اعتبار أنهم القوى الحقيقية في الطرف الآخر وبالتالي لا يمكن الوصول إلى حل المشهد في تعز تحديدا الذي رأيناه في تعز هو مرتبط بالتفاصيل المحادثات في جينيف 2 أو اللقاءات السياسية التي ستنعقد في جينيف 2 والتي للأسف الأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة يستمر في إعطاء إسماعيل والد الشيغي استمر في إعطاء التحالف السعودي الوقت بعد الآخر كان على الأمم المتحدة أن تقرر أو تحدد موعد للقاء السياسي أو المحادثات السياسية في جينيف ولكن يبدو أنهم كانوا يحاولون إعطاء فرصة أخرى ومرة أخرى للتحالف السعودي بأن يحقق إنجاز ميداني على الأرض حتى يتترجم سياسيا في لقاءات جينيف 2 ولكن مرة أخرى هم يفشلوا هناك أيضا إشكاليات عسكرية لدى أنا لست خبير عسكري ولكن هناك إشكاليات عسكرية لدى التحالف السعودي الإمارات استبدلت الطاقة من الإمارات الموجود ويقال أنه من ناحية العدد والعديد هو نصف ما كان موجود أصلا وهم يعتمدون على شركات أمنية بمعنى هم يستأجرون مرتزقة للقتال هناك تم استدخال بعض القوات اليمنية وأيضا للأسف أن نتحدث عن الأخوة السودانيين أن نتحدث عن الأخوة السودانيين بهذه الطريقة ولكن يبدو أن حكومتهم تعاملت معهم كمرتزقة أيضا وهناك العديد منهم من قتل الوضع العسكري والميداني ليس في مصلحة التحالف السعودي ولا يبدو أن لدى السعودية التحالف السعودي قدر على استدامة الهجوم بهذه الطريقة خصوصا في زل القدرات الموجودة لدى الطرف الآخر لدى عصار الله والمقاومة أريد أن أعود إلى السيد علي لو سمحت دكتور سيف أستاذ علي الوضع العسكري ليس في مصلحة التحالف الذي تقوده السعودي هذا ما يقوله ضيفي من شيكاه والبعض يقول بأن معركة تعز اليوم تعتبر تعويض عن فشل التقدم باتجاه السيطرة الكاملة على مأرب وكأن التحالف في قيادة السعودية يبحث عن نصر عسكري ربما قبيل أي محادثات سياسية بالتأكيد النصر العسكري هو مدخل حقيقي للتفاوض أو أنه ما هي تكون القرارات السعيدة ومن هو الطرف السعيد في المحادثات أو المباحثات لاحقا ولكن دعني أؤكد على مسألة مهمة أن التحالف العربي قد استطاع أن ينقح ويحقق نقاحات غير عادية في البيئة القنوبية الحاظنة القنوبية التي استوعبت التحالف والتقت في الأهداف التكتيكية مع التحالف في أنهم كلهم ضد التحالف الحوثي والصالح في القنوب وبالتالي تحققت هذه الانتصارات داخل القنوب ولكن أيضا في البيئة الثانية الأخرى المقابلة لها في البيئة الضبناطقة الشمالية سواء فيما يتعلق في إب أو في تعز أو فيما يتعلق في البيضة ومأرب والجوف والحديدة ما يسمى اليمن الأسفل البيئة هذه لم تتحلح البعض نتيجة لعدم وجود إرادة سياسية أولا لدى المكونات السياسية والقبلية وحتى إذن الدينية التي تحالفت مع التحالف خصوصا حزب الإصلاح الذي أوعد التحالف من أنه لديه أكثر من أربعين ألف شخص مسلح يمكن أيضا أن يشكل حزام أمني قوي وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا حتى بإطلاق رصاصة واحدة من قبل جماعة الإصلاح وبالتالي ما أدى الأمر إلى أن قوات صالح والحوثي تذهب إلى عدن فالاستراتيجية الكونات السياسية والاجتماعية والمذهبية اليمنية داخل تعز وحتى هذه المناطق الأخرى في العمقى الاستراتيجي تصب جم غضبها وأيضا خططها على القنوب خوفا من فوبيا انفصال القنوب في هذه اللحظات وبالتالي عطرت كثير من الإمدادات وعطرت كثير من الطرق والنجاحات التي يمكن كان للتحالف أن يذهب بها في إمكانية إيجاد ظهر قوي ممكن أن يكون سند له في القنوب بحيث أنهم ينتقلون إلى العمقى الاستراتيجي الذي كانوا يريدون به عبر خارض الطريق أو علق الوعود مع الحراكة القنوبية والمقاومة القنوبية وهو الأمر الذي لم يتم حتى هذه اللحظة فبالتالي بقت كل الملفات العسكرية والأمنية بيد الألغام المحيطة بالرئيس هادي وبحه والمستشارين هناك أيضا فيها الرياض الأمر الذي حسر كل هذه التحركات التي كانت ممكن أن تحدث قبل شهرين أو ثلاثة شهر أو ثمانية شهر فمثلا امتدام علي محسن الأحمر وانتهام بالمقدشي ودواليك هؤلاء هم يتستغلون نظرية أمراء الحروب جمهوري في النهار ومالكي في الليل وهو الأمر المعتاد أساسا في العربية اليمنية منذ عام 62 بالعكس بأن البيئة القنوبية الأخرى قد استطعت أن تبادر حصل التطور أستاذ علي أريد أن أسأل الدكتور سيف لو سمحت لي دكتور سيف دعنا في شيكاغو اليوم كان هناك زيارة للرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي عودة دعني أقول وليس زيارة إلى عدن قبل يومين كان هناك أيضا رئيس الحكومة السيد خالد البحاح الذي وصل معه مجموعة من الوزراء أيضا رئيس كان معه أيضا مجموعة من الوزراء هذا ماذا يعطي انطباع عندما يعود الرئيس عبد الربو منصور هادي إلى عدن ويقول إعلامه بأنه جاء ليشرف على معارك تعز يعني لا نعرف عنه خلفية عسكرية ولكن هذا لا يعد كونه جزء من ألعاب نارية الحديث بالإعلام وأنا أتحدث بوضوح حتى في الإعلام الخليجي الجزيرة مثلا بالإنجليزية تتحدث عن زيارة وليس عودة يجب التأكيد على ذلك وإذا كان يزور فهذا جزء من الحملة الإعلامية لمحاولة التقليل من الخسائر التي يتعرض لها التحالف السعودي ولكن أنا لا أعرف عن أي إنجازات يتحدث ضيفك في الجنوب ما نراه في الجنوب وهناك تقارير ومؤسسات منظمات حقوق الإنسان توثق بوضوح كل منطقة تسيطر عليها يسيطر عليها التحالف السعودي وأتباعه ثم يخلونها تسيطر عليها القاعدة لاحقا على الناس فقط معرفة ما يجري في جامعة عدن وما قامت به القاعدة من السيطرة على بعض المناطق وعملية الفصل التي قامت فيها بين الطلبة ولكن المهم هنا إذا أردنا أن نتحدث بالسياسة كل التسريبات التي جاءت عن المبادرة تتضمن المبادرة التي سيتم التحدث فيها في جينيف 2 تتحدث تتضمن النقاط السبعة التي طرحتها تجمعات أنصار الله وهذه النقاط طبعا ليس بشكل مباشر ولكن روح النقاط موجودة فكرة السلطة الانتقالية أيضا هنا موجودة في المبادرة الأممية التي يعمل عليها إسماعيل ولد الشيخ وبالتالي الحديث عن السلطة الانتقالية في ظل وجود زيارة من الرئيس لا تعني شيء للأسف شدي انتهى الوقت وعذرا على مقاطعتك دكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع ودراسات الدولية في جامعة ويسكنسون من شيكاغو شكرا جزيلا أيضا أشكر أستاذ علي نعمان المصفري الكاتب السياسي اليمني كان معنا مباشرة من لندن